تواصلت لليوم الثالث على التوالي مباريات دور النخبة العراقي بلقاء الكارخ مع الميناء على ملعب الأول ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المباراة خطف اللاعب مهند عبد الرحمن هدفا لفريقه الكارخ من خطأ دفاعي كان السبب وراء الإرباك الكبير الذي حل بلاعبي الضيف طوال النصف الأول الذي شهد سيلا من الفرص الضائعة للميناء لكنها مرت من غير عنوان باستثناء واحدة لم تكن بالحسبان وفيها عدل الأبيض نتيجة اللقاء بهدف محمد عدنان ظلينا نحاول نبحث نلعب كرة سريعة بس فشنا نلعب كرة سريعة الآخر عشر دقائق قدرنا نلعب باس ننقل كرة بساعة الخصوم حتى نعوض بقول الحمد لله توفقنا نحاول بالشوط الثاني أنه يكون لعبنا مغاير الشوط الثاني لم يأتي بجديد غير سعي الفريقين للحصول على نقاط المباراة كاملة الكرخ يفوت الفرص الواحدة تلو الأخرى والميناء يسابقه ذات الشيء والوقت المتبقي يمضي سريعا والعنوان باق على حاله الكرخ والميناء يتعادلان بهدف لكل منهما